معنا الأستاذة سارة من القاهرة تفضل تفضل يا أستاذ سارة لا أستاذي كمان دوقتي وانا دوقتي حامل يفضلت الشيك يعني وحافظ أكي شهر اثنين يعني ينفع لو أنا بردع يعني لو أنا إذا قدت شهر رمضان ينفع أصوم ولا لا لا أنت خلينا السؤال بقى السؤال لو إن أنا ما صمت الشرمضان أكون أثمة ولا لا لو أنا بردع وخفت على نفسي وخفت على المولود فينفع إن أنا أفطر ويكون عليه إثم ولا لا مش هو ده السؤال؟ بس أنت سألتي إن أنت ينفع عصوم ولا لا أنت عايزة عني واحد فيهم عايزة السؤالين؟ عايزة عارف يعني إيه الدرر بالمهم يعني؟ لا الدرر ده تسألي عنه الطبيب يعني إيه الدرر؟ لا يا لا يعني مثلا فإذا كانت ispied وإنا أصومت في ضدان وأنا بردع ابني ينفع أفطر ولا لا؟ طيب خلاص يبقى أنت بتسألي عن مسألة علي يا جوز ليه إن أنا أفطر من أجل الرضع آه يا جوز لك إن أنت تفطر من أجل الرضع خلي بالك ان فقهاء اعتبروا الحمل وملحقاته ده نوع من انواع المرض فيجوز لك ان انت تفطري في رمضان لغاية ما تنتهي من رضاع المولود ان شاء الله ربنا يباركلك فيه فيجوز ان انت تفطري ثم تعوضي بعد ذلك بالصوم فقط فتعوضي بالصوم مش محتاجة كمان فدية معا يبقى ايه لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدة من ايام اخر فاي اللي حاصل فانت اعتصومي في الايام الاخرى ومش واجب عليك ان انت تعملي فدية حتى لو ان ده ترتب ان رمضان الجاي ما تقدريش كمان تصومي خلاص اعتصومي بس الايام اللي عليك وليس عليك فدية